كده كان لازم نطرح السؤال كان لازم مش سؤال كان لازم نعرف الناس من كتر ما هي عرفة أو حاسة بقيمة محمد الشنوي فعلا في الملعب زي ما انت قلت كابتن احمد كان لازم نفتح المجال للناس علشان تقول قراءها في محمد الشنوي مش سؤال على قد ما هي رسائل على قد ما هو شكر وتقدير لي انا شايف الحقيقة من خلال الاجابات لا يعني الناس فعلا حاسة بقدر وقيمة واحد زي الشنوي مع فريق النادي الاهلي في الوقت الحالي وانت بتتكلم على يعني بطل بتتكلم على النادي بتتكلم على بطل بتتكلم على مباريات صعبة بتتكلم على مشوار صعب فالنهاردة كان يعني صفحات القناة عليها الحقيقة تفاعل كبير جدا لما استرحنا هذا الاقتراح يعني ايه اللي انت حابب كنت تقوله لمحمد الشنوي بعد ما تقلخ خاصة في الفترة الاخيرة فخلونا نستعرق كده بعض اجابات حضراتكم بنبدأ بالفيسبوك بالفيسبوك كالعادة نبدأ مع الاستاذ يوسف طارق الاستاذ يوسف طارق قال افضل حارس في مصر والقرة السمراء الشنوي بينافس نفسه ويختلف عن الاخرين نحن نمتلك حارس لا يقدر بثمن شابو اغطبوت مصر والقرة صحيح على تويتر في محمد المصر بيقول الشنوي هو ايقونة هذا الجيل عاد الهدوء وصفاء النية لغرفة الملابس وبمجرد ما بشوفه تحت التلات خشبات بحس بالامان ربنا يحميك يا اغطبوت ده لسه كنا لسه حالا كنا منتكلم قد ايه تأثيره كمان فرق في قط اللبس كابتن احمد على انستجرام نورهان بتقوله ربنا يحميك ويحفظك ودايما متقلق وحارس مصر الاول وافريقيا كلها العشرة شنوي العشرة نورهان شو الله 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 شو الله